خطوة كبيرة قطعتها القوات العراقية نحو مدينة الموصل من المحور الجنوبي بعد نجاحها باستعادة ناحية حمام العليل ورفع العلم العراقي فوق مبنى مجلسها البلدية في حين سجلت القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي تقدما إضافيا في شرقي الموصل واستعادة ستة أحياء وسط اشتباكات عنيفة في المحور الجنوب الغربي من المدينة اقتحام ناحية حمام العليل وضعت القوات العراقية على بعد بضعة كيلو مترات من مطار الموصل حيث باتت على بعد 15 كيلو مترا من الناحية الجنوبية وأربعة كيلو مترات من الضفة الغربية لنهر دجلة فيما تواصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدمها في الساحل الأيسر إلى ذلك بحث رئيس الوزراء والقاد العام للقوات المسلحة حيدر لعبادي مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل سير العمليات العسكرية الجارية لاستعادة محافظة نينوى واتفقت جانباني على استمرار التنسيق الجاري بين الجيش العراقية وقوات البيشمرقة ضمن حملة استعادة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم داعش مع استمرار تقدم القوات العراقية باتجاه مركز مدينة الموصل تزداد مخاوف المنظمات الدولية والمحلية حول مصير المدنيين عند اقتحام المدينة فراش الدوليمية الإخبارية بغداد